طارق حقي تحدثنا عن الهوية قبل قليل قلنا انه نترك مسألة هوية في العالم العربي لكي يستطيع العالم العربي ان ينهض ان يحاقق تقدما اقتصادية في الواقع هل يمكن يعني فعلا ان نضع مسألة هوية جانبا حتى دول كبرى فرنسا الولايات المتحدة عندها نظرة معينة الهوية شو رأيك كيف بدك تقنع العربي المغزون الفقير انه حط هويتك عجنب بقول لم يبقى لي سوى هذه المشاعر وهذه الهوية بدك يعني كمان حط عجنب يعني انا اسف لو كنت فهم مني اني اطلب من الناس ان يضعوا الهوية على الجنب انا لم اكتب ولم اقول هذا في حياتي انا قلت اياكم ان تسقطوا في مخاوف وهمية ان هويتكم قابلة للزوال هناك فارق نعم لما تقول للناس ضع هويتك على الجنب لا انا لو انت قلت لي ضع هويتك على الجنب لها اكبر نعم ولكن لو انا اقول للناس لا تصدقوا هؤلاء الذين يبالغون في ان تعاملكم مع العالم الخارجي وان العصرانة موديرنتي وان التقدم بروغرس سوف يحدث تآكلا في هويتكم على النقيم اولا لانه عندما يقول لك ذلك فانه يقول لك مجموعة من الاهانات اولا هو يقول لك ان هويتك ضد التقدم بطبيعتها وهذا غير صحيح تمام نعم في اندلس بدون اطالة رأى العالم ما لا نروج له نحن افضل انصهار يهودي اسلامي ادى في النهاية الى منتجات كثيرة منها ابن رجل المسلم وموسى بن ميمون اليهودي اذا هو يقول لك هويتك ضحلة وستتلاشى ويصل به الاهانة عندما يقول اذا شكت كوركولا والبست جينز واكلت مكدونالد فانت معرض ضياع الهوية اقول له هي هوياتي هي في العتس والكسكس هوياتي اكبر من ذلك بمراح هوياتي في اللغة العربية وفي الادب وفي الثقافة وفي العلاقات الاسرية وفي جو ما عام نشأ عبر السنوات وانت تلخصها في كوركولا وجينز فانا اقول لا اقول ضعوا الهوية على الجنب اقول لا تخافوا على الهوية رسالة اخرى ثانيا عدم التقدم سيؤدي الى زوال الهوية عظيم